اشتركوا في القناة ضد غينيا سيكون بمدرجات مكتظة عن آخرها فرغم كل ما قيل عن الارتفاع النسبي لأسعار التذاكر والذي وصل بعض الأماكن لألفي دينار إلا أن ذلك لم يمنع الجمهور الوهراني من غزو المدرجات الجهات الوصية كشفت اليوم أنه تم بيع أكثر من 90% من التذاكر مع تبقي يومين كاملين حيث بيعت 36 ألف تذكرة اللافت في الأرقام المقدمة أن عدد المتفرجات بلغ 15 ألف سيدة مقابل 21 ألف رجل وهو رقم كبير جدا المنتخب الوطني لم يلعب في وهران منذ زمن بعيد والجمهور الوهراني يكون قد اشتاقى جدا له وهي عوامل ساعدت على غزو المدرجات بأتم معنى الكلمة فرغم كل ما يقال عن الأمور التنظيمية وغلاء التذاكر إلا أن المدرجات ستكتظ بدون شك بخصوص تشكيلة لقاء الغد الناخب الوطني يعي جيدا أنه يملك لقاءين وكما فعل دائما سيقوم بإشراك اللاعبين الأقل جودة من وجهة نظره طبعا على أن يترك اللاعبين الأساسيين للقاء نيجيريا بعد خمسة أيام من الآن حراسة المرمى قد تكون لأوكيجا على اعتبار أن الزغبة سيكون الحارس الأول في لقاء نيجيريا المقبل في الدفاع قد نرى حاكيم سدادكا لاعب ليل يبدو أوفر حظا من بن عيادة على الجهة اليمنى والذي لم يلعب أي لقاء تقريبا إضافة إلى ماندي وطوقاي في محور الدفاع ماندي برأيه سيشارك في اللقاءين لأنه بأمس الحاجة للمشاركة وهو الذي لا يلعب في فياريال في الجهة اليسرى لدينا لاعب واحد وهو بن سبعيني وبدون شك سيشارك في خط الوسط الفرصة ستمنح مرة أخرى للزرقان المطالب بالرد على مستوياته الكارثية في التربص الماضي شاركه في الوسط سيكون بدون شك نبيل بن طالب ولا ليس يأخذ فرصته أخيرا كما أرشح أن يكون معهم زروقي وليس بن نصر زروقي لاعب مهم جدا في خطط بالماضي وسيشارك في اللقاءين أيضا في الهجوم بليلي الذي لم يشارك في آخر ثلاث لقاعات مع فريقه برست سيشارك والناس المتوهج بقوة مع ليل سيأخذ مكانه على الجهة اليمنى أيضا أما مركز قلب الهجوم فسيكون بين عمورة ديلور وسليماني شخصيا أرشح ديلور ليبدأ أساسيا لأن سليماني هو الأساسي في خطط بالماضي وسيتركه للقاء المقبل ضد نيجيريا بخصوص أرضية الميدان الأرضية ستكون أكثر من رائعة ويمكن عفوا أن أقول ومن دون مبالغة أن رفقاء ديلور سيلعبون في أحسن أرضية منذ سنوات طويلة جدا أحسن أرضية في الجزائر طبعا ملعب وهران جاهز بأتم معنى الكلمة وسيكون مصرحا لصهرة ممتعة إن شاء الله ستنتهي إن شاء الله بفوز الخضر أخبار محترفين الآن حيث كشف تقارير رومانية أن لعب الخضر بلال عمراني وأثناء فترة الانتقالات الصيفية كان قد اقترن اسمه بعديد الأندية ما يعرفه العام والخاص في رومانيا والجزائر أن عمراني ارتبط ببعض الأندية السعودية والتركية والرومانية وحتى الكورية لكن ما لا يعلمه الجميع أنه نادي ألماني كان يرغب بشدة في ضمه الجزائري قدم في الموسمين الماضيين مستويات كبيرة جدا سمحت له بلفت أنظار عديد الأندية خاصة في إنجلترا ويبدو في ألمانيا أيضا قناة ديجي سبور المحلية قالت أن نادي ألماني رغب بقوة في ضم عمراني وقد سأل عنه كثيرا لكن في الأخير الصفقة لم تتم ولم تكشف القناة السابقة عن اسم النادي ولا المستوى الذي يلعب فيه إلى ذلك أدل ليو جروزابو اللاعب الروماني السابق بتصريحة تكلم فيه عن صحة الأخبار التي ربطت عمراني بالرحيل صوب البوندسليغا جروزابو أكد المعلومة وقال أنه بحكم علاقاته في ألمانيا بعض الأندية سألت عن عمراني حقا لكنه لم يأتي على ذكر أسماء الأندية ولا المستوى التي تلعب فيه لكنه تكلم عن سبب تراجعها عن ضمه حيث قال أنهم تخوفوا من عقليته وعدم انضباطه وأيضا تصرفته المريبة خارج المستطيل الأخضر ولم يشرح كروزابو أكثر لكن قناة ديجي سبور قالت أن عمراني معروف عنه صحره الكثير وعلاقته النساء التي لا تنتهي وهو أمر منافي للإحتراف وهو ما قد يكون سببا حقيقيا لفشل انتقاله رغم ارتباطه بعديد الأندية في الصيف الماضي إلا أن لعب الخضرنامي بن سبعيني عاجز عن الرحيل نهاية الميركاتو الماضي نهاية الميركاتو الصيفي كانت تعني أفول الأخبار بشكل نهائي لكن هذا لم يحدث فكما عشرنا في أعدات سابقة عاد نادي باريسان جارما لطلبه وأيضا نادي إنتر لكن نادي آخر عاد أيضا لطلبه هو نادي جوبانتيوس موقع جوبانتيوس نيوز المقرب من نادي جوبانتيوس قال أن السيد العجوز ما زالت تسعى لظم ظاهر أيصر بن سبعيني كان من بين الأهداف وما زال ومع عجزها دائما عن تدعيم هذا المركز فإن العودة لرامي ضرورية خاصة بعد بداية الموسم الكبيرة التي قدمها الجزائري والتي أثبت بها أنه لاعب جيد ويمكن أن يكون مفيدا في الكارتشو الموقع ذاته قال أن بن سبعيني سيكون الهدف الأساسي للسيد العجوز في جنفي المقبل خاصة مع البداية المتعطرة للنادي إدارة جوبانتيوس ستقدم العرض المناسب لأجل إقناع اللاعب وإقناع إدارة ناديه أيضا لكن حتى وفي حال لم تفلح فإنها غير مستعجلة وستنتظره لغاية جوان المقبل قالت تقارير إيطالية أن نادي باري الناشط في الدرجة الثانية السيلي بي ما زال يبحث عن بعض اللاعبين لتعاقد معهم في الفترة المقبلة نادي باري وبعد أن أغلق السوق أبوابه ركز عمله على لاعبين الأحرار ورصد بعضهم لاعب الخضر السابق فوزي غلام سيكون على رأس مطالب المدرب لأجل تدعيم الجهة اليسرى من الدفاع الصحافة المقربة من النادي قالت أن الكل يعلم أن غلام لاعبه وسريع الإصابات لكن يمكن معالجة الأمر خاصة أنه سيكون لاعبا حرا ولن يكون مكلفا بالمرة يشار إلى أن الصحافة الإيطالية عرضت غلام سابقا على عديد الأندية من الدرجة الثانية السيلي بي لكن من دون أن يتحرك صبه أي من هذه الأندية على العموم فرصة غلام في العودة ستكون بنسبة كبيرة من بوابة السيلي بي وفقط سواء باري أو أي نادي آخر رغم حديث الإعلام الفرنسي عن تقديم عرض جيد من إدارة ليون للاعبهم حسام عوار ورغم تأكيد البعض على أن التجديد سائر في الطريق الصحيح فجأنا موقع غول العالمي بالتأكيد على أن الجزائري لا يملك أي نية للتجديد عوار يعتبر ليون صفحة وتم طيوها نهائيا موقع غول لم يكتفي فقط بتأكيد رفض عوار لتجديد عقده بل أكد أيضا أنه في مفاوضات مع أندية كثيرة وهو مصر على الرحيل مهما كلفه ذلك المصدر السابق قال أن أفراد من عائلة عوار تواجدوا في معقل ريار بيتيز بيامارين أسبوع الماضي وتفاوضوا حقا مع إدارة النادي كما أنهم تلقوا دعوة لحضور لقاء لوتجوريتس أفوان في الدور الأوروبي يوم الخميس الماضي الصحفة الفرنسية والإسبانية وإن تكلمت عن مفاوضات جد متقدمة ورغبة كبيرة من عوار وريار بيتيز على حسم الأمور إلا أنها لم تؤكد وجود اتفاق نهائي بل على العكس أفوان تكلمت عن صعوبة الأمر والسبب المنافسة على بطاقة اللاعب التقارير ذاتها قالت أن إدارة جيوانتيس الإيطالي عادت لطلب الجزائري وهي مصممة جدا على حسم السفقة هذه المرة تكلمنا في أعداد سابقة عن العمل الكبير الذي يقوم به الطاقم الطبي والتدريب لنادي بيزيكتاس من أجل تحذير لاعبهم الجزائري رشيد غزال وذلك للقاء القيمة ضد في نارباتشي يوم الثاني من شعر أكتوبر المقبل تقارير صعوفية كشفت أن مدارب بيزيكتاس قرر منح لاعبه عطلة ثلاث أيام لكنه استثنى غزال وأمره بالبقاء والتدرب غزال وبحسب الطاقم التدريبي ليس من حقه العطلة لأنه مطالب بالعمل وكل يوم أيضا لأجل العودة سريعا ليس هذا وفقط الصحافة التركية قالت أن غزال يتدرب بمعدل حصتين في اليوم كل هذا لأجل مضاعفة العمل للعودة سريعا الصحافة التركية قالت أن العمل الكبير الذي يقوم به الجزائري سيأتي ثماره نادي بيزيكتاس سيستأنف تدريباته الجماعية بداية من يوم غد الجمعة وربما يعود غزال العمل مع المجموعة بشكل كامل لكن حتى لو لم يتواجد في حصة الجمعة فإنه سيعود على أقصى تقدير يوم الاثنين أو الثلثاء المقبلين إلى هنا يكون عددنا لنهار اليوم قد انتهى نلتقي غدا إن شاء الله السلام عليكم